حجم التبادل التجاري كما تفضل معالي الوزير في تزايد وبالتأكيد أنه استبرار الاعتماد على السلع التي يتم تبادلها فيما بيننا أمر مهم ونعمل على الحفاظ عليه وبلو التوسع فيه أيضا نقشنا الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكدت على اهتمام مصر كما يهتم المجتمع الدولي كله بالتوصل إلى ظروف التي تسمح بانتهاء المواجهة العسكرية في أوكرانيا وقد تم تناول هذا الأمر باستفادة في إطار المنطقة العربية تناولنا الخضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة والأهمية لوجود التهدئة وعدم التصعيد وامتناع عن الإجراءات الإحادية التي تؤدي إلى تعقيد الموقف وضرورة إيجاد الإطار السياسي اللازم لإنهاء الأزمة على أساس حل الدولتين إخامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها الكدس الشرقية وضرورة تكثيف الجهود الدولية والطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته ووفقا لمقررات الشرقية الدولية للتوصل إلى حل نهائي يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني